السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو سنتكلم عن التشبيه وأنواعه ونأخذ أمثلة على ذلك أولا التشبيه اسلوب يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفة واضحة ليكتسب الطرف الأول المشبه من الطرف الثاني المشبه به قوة وجمال شبه الشيبشي على موضة أنطي جمال أو على موضة أوضح فدمعنا معين أو لتعريف آخر هو أحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما أو الطرف الأول المشبه به مشابه لطرف الآخر في صفة مشتركة بينهم أشبه شيبشي طبعا قد يكون جمال أو قد يكون ذم مرات نشبه شيبشي لغرض الذم يعني إذن قد يكون التشبيه مدحن أو ذم طيب الآن ننتقل إلى أركان التشبيه أولا عندنا المشبه ركز لي على المشبه لأن راح نحتاجه بعد شوية راح ما تقدر تميز بين المشبه والمشبه به طيب الآن ما هو هو الموضوع المقصود بالوصف الشيء اللي أنا دا أتكلم عنه المشبه الشيء اللي أنا قاعد أتكلم عنه الشيء المهم جدا الشيء اللي أنا أريد أن أتكلم عنه الأساس المشبه هو الأساس المشبه به اللي أنا شبهت به هو الشيء الذي جئنا به نموذجا للمقارنة يعني المشبه هو الأساس المشبه به اللي شبهت به اللي تركب عليه خلينا نقول مشبه بالأساس مشبه به تركب عليه شبه به حلو وجه الشبه يعني بيشبه تعاني بشنو بأي من أي ناحية من أي من أي موضوع من أي قضية من ناحية إيش الحجم الكبر الطول الذكاء أداة الشبه هي الأداة اللي راح نستخدمها شنو الأداة اللي راح نستخدمها للتشبيه الرابط بين الطرفين أدوات التشبيه طبعا أدوات التشبيه قد تكون حرف مثلا الكاف كه محمد كأسد كالأسد في الشجاعة محمد المشبه الأصل كاف أداة أداة التشبيه الأسد المشبه به اللي ركبناه عليه حلو في الشجاعة وجه الشبه في الشجاعة وجه الشبه طبعا أو قد يكون مثل أو شبه أو نظير كل هذه أدوات تشبيه اللي هي على شكل حرف أو اسم مثل شبه نظير فعل مثل يحاكي يشبه يماثل حتى مرات الفعل تيجي حتى مرات تيجي مثلا المشبه محمد أداة الشبه إلى آخر الآن إذا نوجه الشبه في الشجاعة راح ننخذ الآن أولا نواع التشبيه نوع التشبيه أولا هو المفرد راح نتكلم هسا عن المفرد راح ناخذ جدول وراح نربط بكلهم كل هذا أولا من أقول مرسل من أقول مفرد يعني مفرد يعني ليس جمع أو ليس مجموعة يعني مفرد بمعنى فردي واحد من عنده التشبيه المرسل وهو تشبيه الذي يذكر فيه الأدات إذن شنو يعني المرسل يعني معناها الأدات موجودة الأدات موجودة إنما الدنيا كبيت الكهف هي موجودة عندي كهف طبعا طالما عندي أدات التشبيه إذن راح أقول علي هذا هذا التشبيه اللي عندي هو مرسل لماذا مرسل؟ لأن فيه أدات تشبيه لأن فيه أدات التشبيه طيب عندك ذلك تشبيه المؤكد إذن المرسل فيه أدات المؤكد لا توجد فيه أدات وأنت نجم وأنت نجم في رفعة وضيع أنت نجم شبهت أنت بالنجم طيب ثالثا عندي التشبيه المفصل ما هو التشبيه المفصل؟ التشبيه الذي ذكر فيه وجه الشبه عندي وجه الشبه طيب المجمل هو تشبيه الذي يحذف منه وجه شبه رح ناخذ عنفر ونعرفه طيب التشبيه البليغ هو تشبيه الذي يحذفت فيه أداة الشبه وجه شبه تقول الشاعر فاقضوا مقاربكم عجالة إنما أعماركم في سفر من الأسفال الآن هذا لكم شوني يعني المفصل يعني فيه وجه شبه فصلناه تفسير المجمل يعني ما فيه وجه شبه المؤكد حذفت أداة الشبه المرسل هو طبعاً هؤلاء كلهم مفرد أنا ما أعرف ليش نخليهم هنا ليش ما دمجناهم كلهم هنا أفضل برأي أفضل هذين عندما جتهم كلهم هنا أفضل هيتش برأي شخصي أعتقد هيتش رح تكون أوضح حتى يكون من جمعات المكان واحد حتى واحد يفتهم أولاً عندنا المرسل طيب شوني يعني مرسل أنا أقول مرسل ما المقصود بالمرسل يعني ما هو المرسل المرسل أخواني أولاً نحن حالياً كل هذه الأنواع هي مفرد لا ننسي اللي قاعد أتكلم عنهن الآن كلها مفرد طيب طيب هذه المفرد هذه المفرد الأنواع طيب من هي أنواعها أولاً التشبيه المرسل طيب المرسل هو الذي يذكر فيه الأداء مرسل فيه أداء مرسل فيه أداء شبه المرسل فيه أداء شبه طيب المؤكد لا يحتوي على أداء شبه ما فيه أداء المفصل الذي ذكر فيه وجه شبه فالصنا المجمل يعني ما فيه أداء شبه والتبليغ والبليغ عفواً هو الذي حذفت فيه أداء التشبيه ووجه الشبه كقول الشاعر فقضوا مآل الآن عندنا هذا الجدول مفيد جداً رح نستفاد من عنده هذا الجدول يقول لك هنا أداء الشبه وجه الشبه أنا عندي جملة أجعلها الجملة هل توجد فيه أداء شبه هذا مرسل ما موجد فيه أداء شبه هذا مؤكد أجعله وجه الشبه هل يوجد وجه الشبه هذا مفصل ما عندي وجه شبه هذا جملة هذا الجدول طبعاً تقدرون وتحفظون أنا صراحة هذا الجدول ما حفظتي ليش ما حفظتي لأنه حسيت تدوغني رجعت على ذولة فهمت ذولة حفظت مثال على كل وحدة وضبطتهم التشبيه المرسل يعني يعني على الرسله يعني هو باقي مثل ما هو فيه أداة شب نذكر فيه أداة شب طيب المؤكد اللي احنا أكدناه ما بيه أداة شب ما بيه حذفتني المفصل اللي فصلناه فيه وجه شب المجمن الذي حذفنا منه مجد اجمالا يعني اجمالا يعني حذفنا من عنده وجه شب أنا اتفاهمتهم هاي بالنسبة لي والبليغ يعني بمعنى هو يعني اللي حذفت من أداة الشب هو وجه شب لا قد فيه أداة شب ولا فيه وجه شب يعني مثلا نقول الجندي أسد بس الجندي أسد لا عندي وجه شب طيب جندي أسد بشن هو بشن هو ما أحرف وين أداة شبه ما عندي لا فيه أداة ولا فيه وجه شبه جندي أسد بس هذا أسميه آني بليغ أسميه بليغ هذا طبعا أنواع التشبيه كل هذول المفرد الآن نحن نأخذ المركب نتبهول على المركب المركب إلى نوعين عدنا تشبيه الضمني التشبيه الضمني وهو تشبيه الذي يلمح فيه المشابه هو المشابه به ويفهم من المعنى يعني ضمني طيب أسألتكم تركزولي على شغلة مهمة دائما في التشبيه الضمني نجد حكمه نجد حكمه في البيت الثاني في البيت الثاني أو في الجزء الثاني يعني من البيت أو من الجملة من الجملة خلينا نقول أحسن تباهرة جملة إذن التشبيه الضمني نجد فيه حكمه من يهن يسهل الهوان وعليه ما لجرح بمية الآن الآن لاحظ أنه هنا عندي حكمه الآن عندي حكمه نأخذ بيت آخر نأخذ بيت آخر يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس الجزء الثاني فيه حكمه خلينا نكتب لكم يا أنا على مودي وضحة الآن عندنا هاي الأمثلة ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس أنت دا ترجو الرجالات وما سلكت مسالكها أنت ترى رهان السفينة ما تجري على اليابس يعني يقول التشبيه يلمح فيه ولمشبه به ويفهم به من المعنى يعني من خلال معنى نقدر نفهم ومن الخير بطأس بطأسي بك عني أسرع السحب في المسير الجهامي الآن طبعا عندك هنا أشوف البيت الثاني فيه حكمه أسرع السحب ها ترى أسرع السحب في المسير هي الجهام هي حكمه سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي ليلة الظلماء يفتقدوا البدر شبهنا شبه نفسه أنه أنا ترى مثل البدر يعني تشوفون الليلة الظلماء اللي تحتاج إلى البدر يعني ينطحكمه ترى الليلة الظلماء ترى بيها تحتاج إلى البدر الرسفينة لا تجري على اليابس أنا لاحظ أنه فيها حكمة يعني في البيت الثاني نلاحظ وجود فيها تشبيه الظمنين نلاحظ وجود حكمة نلاحظ وجود حكمة الآن ننتقل إلى تشبيه تنفيذي وهو ما كان وجه التشبيه في وصفا يعني فيه فتصورة فالإحساس فتصورة معينة فالتخيل يقول مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفارة يا أيها الذين آمنوا لا تبطوا صدقاتكم بالمن كالذين فقوما له رياء الناس يعني تمثيلي فالشي مرتفط بالصورة يعني أصلا هو مو تمثيل واضح واضح يعني ناخذ علي أمثلة أخرى ونشوف الآن الآن في حالة في حالة سمبلة الحبة وجه الشبه هو الشيء القليل الذي وضعت فيه المكان يعني إخوان بشكل عام أنا ملاحظ أنه بالتشبيه التنفيذي دائما وجود حالة معين حالة حالة وليس شيء معين يعني حالة أنطيكم ملاحظة أخرى استفادوا من العديا أيضا إن شاء الله يقول المثال آخر الآن وجه الفتاة بين صديقاتها كالقمر وجه الفتاة بين الصديقات نحن قبل شوي قلنا هو حالة وجود حالة معينة وجه الفتاة وهي بين صديقاتها يعني أنا عندي وجه عندي فتحالة معينة بأداء من تشبيه تمثيلي عندي وجه الفتاة وهي بين صديقاتها يقول لاحة الشمس تحاكي عند مطلعها إيش وقت بحالة عند مطلعها مرآة وإلى آخر ولاحة الشمس تحاكي عند مطلعها عند إيش وقت بس عند مطلعها ناخذ أمثل أخرى ولا أعتوضح الآن عندنا بيت ثاني يقول كأن مثار النقعي فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهوى كواكبه طيب طيب الآن يقول كأن مثار النقعي وهو وهو ها وهو فوق رؤوسنا وأسيافنا يعني في حالة معينة هو حالة حتى أنه المشبه الغبار المثار فوق معمعة القتال ليثيرها الجنود الغبار المثار إذن في حالة حالة الغبار وهو فوق رؤوسنا يعني في حالة معينة هو وجود حالة معينة هو وجود حالة معينة وحتى إذا أخذنا أمثلة كثيرة على رح نلاحظ أنه هو وجود حالة معينة إذا ووجه الحسناء في المرآة في المرآة كأن فوق رؤوسنا إنما الحياة الدنيا كماء كماء أنزلناها من السماء يعني دائما فيه حالة معينة ولاحة شمس تحاكي في حالة عند مطلعها عند مطلعها يعني دائما دائما فيه حالة معينة فيه حالة معينة وليس وجوده صريحا طبعا ما أنا حقيقة أحسي لكم عن نفسي أنا حفظت أمثلة كثيرة حفظت أمثلة كثيرة عن التنفيلي وعن الضمني فالحمد لله ما قدرت أميز يعني وحنا لن نسى أنه دائما التشبيه الضمني فيه حكمة الضمني أما التنفيلي فما يحتوي على حكمة بل دائما يحتوي على حالة معينة إذا في حالة يعني وجه في المرآة فوق رؤوسنا يعني فتحالة معينة يعني وإحنا إذا قدرنا نميز الضمني أكيد رح نعرف التنفيلي فيعني ما أعتقد الموضوع رح يكون صعب إذا حفظنا أمثلة وضبطنا البقين أما هذا المفرد فهو أصلا سهل يعني وذكرت أمثلة على ذلك وأي سؤال أو استفسار فأنا حاول ترجمة نانسي قنقر